موسيقى قوات الاحتلال الاسرائيلي تكثيف القصفة والغارات الجوية وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم الثامن عشر بعد الثلاثمائة من العدوان موسيقى العليمية تعهدوا بتمكين ابناء حضر موت من ادارة شؤونهم المحلية موسيقى وفاة وإصابة خمسة أشخاص وانهيار ستة منازل جراء الأمطار في محافظتهم موسيقى وتحذيرات من احتمالية حدوث زلاقات صخرية أسفل قلعة القاهرة في تعز موسيقى اهلا بكم نستهل نشرة الواحدة بالبداية من فلسطين التواصل قوات الكين الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن عشر بعد الثلاثمائة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وأكد مراسون أن قوات الاحتلال قصفت شمال شرقي مخيم النصيرات للاجئين وسط القطع ومحيط مدينة حمد شمالي خان يونس تزاونا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة خان يونس جنوبية القطع كما قصفت طائرات الحربية الصهيونية أرضا زراعية في منطقة بئر النعجة غربية مخيم جباليا للاجئين شمالية قطع غزة في السياغ استشد صحفي وأصيب الصحفية إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين في مدينة حمد شمالي خان يونس جنوبية قطع غزة وأكد مراسون انتشال جثمان الصحفي إبراهيم محارب حيث كان من بين مجموعة من الصحفيين الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أمس الأحد بشكل مباشر خلال تغطيتهم تواغل الاحتلال في مدينة حمد وفقدت آثاره بالمكان وأشر إلى إصابة الصحفية سلمة القدومي إثر استهدافها في مدينة خان يونس جنوبية قطع غزة وفي شأن المحلي أعلن حلف قبائل حضرموت ترحيبه بإعلان شركة بوترو مسيلة إيقاف وحدة تقطير الديزل عن العمل لظروف وصفتها بالقاهرة في ظل توتر بين القبائل والسلطة المحلية الحلف في بيان له قال إن الخطوة جاءت بالتزامن مع تشديد الرقابة في نقاط الحلف على خروج الكميات الهائلة من مادة الديزل في خطوة عملية من الحلف تهدف إلى حماية هذه الثروة ومنع استنزافها وتبديدها أو توزيعها في غير محلها ودع البيان إلى تشكيل لجنة لتقص الحقائق لفتح ملف توزيع الحصص والكميات المنتجة في وحدة تقطير الديزل في شركة بوترو مسيلة ومن هي الجهات التي تصرف لها والمستفيدة للطلاع المجتمع الحضرمي بالملف الذي يجري التكتم عنه وفي وقت سابق أعلن شركة بوترو مسيلة إيقاف وحدة تقطير الديزل الأولى عن العمل نتيجة للظروف القاهرة وعدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها واستلام قيمة التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة من جانبها تعهد رئيس مجلس القيد الرئاسي رشاد العليمي بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية وتحسين وصولهم للخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم التي سحقتها حرب الميليشيا الحوثية كما جدد العليمي في اتصال هاتفي مع المحافظ مبخوط بن ماضي حرص قيادة الدولة على دعم جهود السلطة المحلية من أجل الوفاء بالمطالب الخدمية لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية والمجتمعية ضمن خطة أوسع للاستجابة لتطلعات المحافظات المحررة ومطلع شهر الجاري سيطرت قبائل حضرموت على خمسة قطاعات نفطية ومنعة التصرف فيها في إطار التصعيد الذي أعلنه الحلف على خلفية مطالب حقوقية وخدمية دشنا في مديرية حجر غربية محافظة حضرموت مهرجان سوق خريف حجر السنوي الأول وفيه تنشط الحركة الاقتصادية بعرض المنتجات الزراعية كالتمور والمشغولات اليدوية كما تقوم فيه المسابقات الرياضية والألعاب التراثية ما يجذب الزوار من داخل المدينة وخارجها في حدث مميز يمزج بين الثقافة والتروي انطلقت فعاليات مهرجان سوق خريف حجر السنوي في مديرية حجر غربي حضرموت المهرجان يعد احياء لتقليد مندثر حيث يحتفي سكان المدينة بفصل الخريف كما يمثل فرصة لتسويق المنتجات المحلية المختلفة تأتي التمور على رأسها اقام سوق خريف حجر السنوي الأول مرة وهو انطلاق من هذه السنة للعوام القادمة ومن اهدافه هو الترويج والتسويق للمحصول التمور هذا المحصول الذي تشربه والذي تفرده يعني مديرية حجر من حجر النوعية والكمية فهي مديرية الأولى على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن كامل هذا الحدث يعزز من النشاط الاقتصادي خاصة في فصل الخريف التشهد المديرية اقبالا كبيرا من خارجها في موسم حصاد التمور حيث استغل فريق شباب من أجل حجر هذا الموسم بإقامة فعاليات سوق خريف حجر تحت إشراف السلطة المحلية بالمديرية مديرية حجر تمتاز طبعا بإنتاج التمور ويوجد في مديرية حجر أكثر من ثلاثة مليون نخلة هذه ثلاثة مليون نخلة تنتج تقريبا سنويا النخلة الواحدة تنتج تقريبا 40 كيلو يمتاز هذه التمور بجودة عالية جدا وأيضا من أهمية هذه التمور أنها توفر مصدر غذاء أساسي لأهل المديرية أحب أشير أيضا إلى أن مديرية حجر بحكم توفر هذه النخيل والتمور لم تتعرض للمجاعة التي حصلت في الثمانينات تقريبا التي تأثرت بها معظم مدريات المحافظة حضرموت بصرف النظر عن تنشيط الحركة التجارية إلا أن سوق خريف حجر تتخلله الرقصات الشعبية والزوامل البدوية والأنشطة الرياضية وغيرها من الفعاليات التي تعرف الزوار من داخل المدينة وخارجها بما تملكه من موروث زراعي وثقافي معتز النقيب يمن شباب مديرية حجر حضرموت في الملف الإنسانية فدى مصر محلي بوفاة وإصابة خمسة أشخاص وانهيار ستة منازل بحوادث متفرقة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة إب وطبقا للمصر فقد توفي المواطن لطف المولد بعد أن جرفته سيول الأمطار في وادي بنا بمديرية نادرة فيما توفي الشاب جواس البريهي بعد أن سقطت عليه غرفة حراسة جراء الأمطار في قرية المنصورة بمديرية جبلة المصدر أشار إلى أن تهدم أحد الستة المنازل تسبب في وطفلة صادف مرورهما أثناء تهدم المنزل كما توفي المواطن آدم الزهيري بصعيقة رعضية في قرية الربعي بعزلة ضابي في مديرية بعدان هذا وجدد فرع الهيئة العامة للأثار والمتاح في محافظة تعز تحذير السكان المقيمين أسفل قلعة القاهرة من احتمالية حدوث انزلاقات صخرية نتيجة للأمطار المستمرة ودع فرع الهيئة في منشور له على فيسبوك المواطنين الساكنين أسفل قلعة القاهرة إلى ضرورة اختخاذ الحيطة والحذر بسبب احتمال حدوث انزلاقات صخرية نتيجة للأمطار المستمرة وشدد على ضرورة تجنب الاقتراب من مناطق الخطر وتوعية الأسر وخاصة الأطفال بالأخطار المحتملة كما داعي لتأكد من وجود خطة طوارئ في حالة حدوث أي أضرار وإلى ذلك دعا محافظ محافظة حج اللواء الركن عبد الكريم السنيني المنظمات الإنسانية إلى تقديم المزيد من مساعدة الإغاثية للأسر التي تضررت من سيول الأمطار خلال الأسبوع الماضي جاء ذلك حين تفقده الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار في قرى مدنية ميدي شمالية المحافظة واطلع سنيني على حجم الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم وسير عمل السواتر الترابية التي تصنعها المعدات الثقيلة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة لوقاية القرى المجاورة للأودية ومجار السيول من السيول الجارفة في الأيام المقبلة أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديم مساعدات عاجلة لمساعدة المطررين من الفيضانات وتدعيات الأمطار الغزيرة التي اشتاحت محافظتي الحديدة ومأرب وأدت إلى نزوح الآلاف وتدمير في البنية التحتية وأفاد المدير العام الجمعية عبد الرحمن العون أن المساعدات شملت توزيع ألفا ومائتين حقيبة إيوائية وتوزيع مساعدات غذائية لألف ومائتي أسرة بالإضافة إلى التوزيع الدولي للوجبات الجاهزة لثلاثة آلاف أسرة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع خمسمائة حقيبة نظافة شخصية وأشار إلى أن تقديم المساعدات من الجمعية يأتي استجابة لنداءات السلطة المحلية في المحافظتين لإغاثة المنكوبين والحد من معاناة الأسر المتضررة جراء السيول الجارفة من جانبها وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا للمانحين الدوليين لتقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن وذكرت كتلة المأوى التابعة للمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر منصة إكس أن الفيضانات الكارثية أثرت على أكثر من 294 ألف شخص دون ذكر زمن محدد ووجهت الكتلة الأممية مناشدة للمانحين بالقول دعمكم يمكن أن ينقذ الأرواح تبرعوا الآن ومساء الخميس أعانت مديرة قسم التمويل وشركات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ليزا دوتين ارتفاع عدد قتل السيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري إلى 98 90 فضلا عن إصابة 600 أعلنت الهيئة العامة للكتاب بدء استقبال طلبات الناشرين اليمنيين والعرب الدوليين للمشاركة في معرض حضرموت الدولي للكتاب الذي ستستضيفه مدينة المكلة في شهر ديسمبر المقبل وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب حيث لايا إن المعرض سيجرى طلبات واستعدادات ليكون أكبر حدث ثقافي يشهده اليمن منذ عقد ونصف كما سيصاحب عقاد المعرض برنامج وجداول فعاليات متنوعة وأكد أن اللجنة المعنية أقرت اختيار الأديب والروائي اليمني علي أحمد باكثير شخصية دورة العام تقديرا لما تركه من إرث معرفي وأدبي أثر الثقافة الإنسانية في مجالات الرواية والمسرح والقصة والترجمة والشعر ارتفاع رسوم الدراسية في المدارس الأهلية يحول العملية التعليمية بتعز إلى مشاريع استثمارية بغرض الربح والإثراء لمالكها لا تتردد إدارات المدارس الأهلية عن اتخاذ قرارات دون مراعاة ظروف الطلاب الاقتصادية التحول التعليم من رسالة سامية إلى تجارة سائدة بين كافة المدارس الأهلية عمدت المدارس الأهلية في تعز على التسجيل قبيل معد الدراسة بأسابيع ليتفاجأ أولياء الأمور بزيادة إضافية في رسوم الطلاب حيث وصل رسوم الطالب في الصف الأول إلى 180 ألف ريال فيما تجاوز رسوم طلاب الثالث التنوي حاجز 280 ألف ريال رسوم الواحد 146-183 يعني مقارنة براتبي لا يستطيع سدد الرسوم لحد الآن يجب 60 ألف من رسومهم رسوم إضافية يقابلها مرتبات ضعيفة يتقاضاها المعلمون في المدارس الأهلية وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة أداء المعلمين وبالتالي فإن المخرجات لا تختلف عن مخرجات المدارس الحكومية بل إن بعض المدارس الحكومية لا سيما مدارس البنات حققت انتقالة وفعالية أفضل من المدارس ذات الدفع المسبق الحقيقة نحن في نقابة المعلمين أكثر مرة نادينا بتحسين وضع المعلمين في المدارس الأهلية والخاصة لما يجدونه من إهمال فهو ضعف الرواتب يتحج مالكو وإدارة المدارس الأهلية بالعديد من الأسباب التي تبيح لهم رفع الرسوم الدراسية غير أن هذه الأسباب تختلف من مدرسة لأخرى وهو ما يسقط حجتهم في تحويل التعليم إلى عملية بيع وشراء نتعرض لضغوطات كثيرة من المؤجرين منا كما نشتريات الآن مشترياتنا كلها بالسعودي ما حد يتكلم عن عدب اليمن سنويا نعمل رفع على المعلمات نعمل دورات تدريبية من أجل تحسين وتقويد التعليم مخالفات عدة سجلها مكتب التربية والتعليم في تعز ضد الكثير من المدارس الأهلية تركزت هذه المخالفات بعدم التزامها بالشروط المتفق عليها وهو ما يكشف عن أن المغزى من افتتاح هذه المدارس يكمن في تحقيق الربح فقط هناك مخالفات بسكالة مخالفة طفيفة عمنا على حاجة من هذه المدارس أغلقنا عدد من المدارس حدينا من كثير من المدارس لتقينا مع مدرأ المدارس وأصلحنا الاختلالات في داخل المدارس ليس المقصود في العمل التعليمي أنه مسألة إغلق مدارس ولكن مسألة تصحيح مسار العمل التعليمي ويبدو أن المدارس الأهلية ذهبت للتنافس في الرسوم وأهملت الجانب الأهم وهو جودة التعليم حيث كان من المفترض أن يكمن دورها في تحقيق انتقالة في العملية التعليمية للإثراء لمالكها لجأت الكثير من الأسر إلى المدارس الخاصة بسبب تردي دراسة في المدارس الحكومية حيث فقدت المدارس الحكومية صرمتها في التعامل مع الطالب لعدة أسباب أبرزها انشغال المعلمين في البحث عن مصادر دخل أخرى تنجيهم من الفقر والحرمان الذي تعيشه أسرهم بسبب ضآلة الرواتب أدرز زبحان يمن شباب تعز اقتصاديا أعلن البنك المركزي في عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي البنك قال إن يوم الخميس المقبل هو موعد إجراء المزاد منوها بضرورة الالتزام بشروط المزاد وشدد البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد وأشار إلى أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها انتهت النشرة وإليكم أبرز العنوين قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف القصفة والغارات الجوية وسط وجنوب قطع غزة في اليوم الثامن عشر بعد الثلاثمائة من العدوان العليمية تعهدوا بتمكين أبناء حضر موت من إدارة شؤونهم المحلية وفاة وإصابة خمسة أشخاص وانهيار ستة منازل جراء الأمطار في محافظة إب وتحذيرات من احتمالية حدوث زلاقات صخرية أسفل قلعة القاهرة في تعز ختاما في أمان الله